كما بدى في كثير من الأحيان مصافحاً الهواء أو متعثراً بخطواته لا يختلف الأمر كثيراً حينما يتعلق الأمر بمساره الدبلوماسي وسياسة بلاده الخارجية حملة لتخفيف التوترات مع إيران يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن والهدف بحسب صحيفة التليغراف البريطانية هو وقف إرسال الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا وتحقيق الفوز في الانتخابات الأمريكية المرتقبة ووفقاً للتقرير فإن نزعفتي لتوتر مع إيران هو جزء من اتفاق غير رسمي أوسع يشمل كذلك خفض مستوى التوتر بين تل أبيب وإيران ووكلائها في المنطقة في المقابل سيحاول سيد البيت الأبيض إرضاء إيران بحلول وسطية بشأن برنامجها النووي كما أن بلاده لن تفرض على النظام الإيراني عقوبات جديدة التقرير الذي يكشف مدى التهون الأمريكي أو ربما التعاون مع إيران يتطابق مع تقرير آخر لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية أكدت فيه وجود تفاهم أوسع غير مكتوب بين واشنطن وطهران على هامش محادثات تبادل السجنة بين البلدين الأسبوع الماضي بوادر التعاون الإيراني مع واشنطن ترجمها إفراج النظام الإيراني عن أربعة مواطنين أمريكيين معتقلين والسماح لهم بالذهاب إلى الإقامة الجبرية في طهران مقابل رفع حظر عن أموال إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية بحسب وكالة رويترز ويبقى السؤال ما الهدف من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية إذا كانت سترضخ في نهاية المطاف لمطالب نظام تصفه بالمارق يعتاش على سياسة احتجاز الرهائن والابتزاز السياسي ونشر الميليشيات بل حتى طائرات مسيرة تهدد العمق الأوروبي ما لم يكن هناك هدف مشترك خفي يجمعهما على الأقل في المنطقة